شفنا في سياق العلاقات دولية هناك دائماً صراع ظاهر وصراع خفي الصراع الخفي هو وراء تلك التعقيدات وهو وراء تلك التناقض إنسح التعبير والغموض الذي يكتنف تلك المبادرات لأن التناقض المبادرات يفسر أن هناك صراع خفي حول عدم تعيير المبعوث الأممي لماذا؟ لعدة أسباب لأنه إذا شفنا مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية تقفوا إلى في هذا الجانب تحاول أن تقسم هناك عملية سياسية وهناك عملية بالحديث عن المبعوث الأممي إلى ليبيا في بعض الدول يعني عديد من المقالات كانت تحدثت وكانت أشرت إلى أن العديد من الدول الإفريقية اللي هم راح تطالب بتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا من القارة الإفريقية لماذا هذا الإسرار؟ من أجل العمل على أن هناك دراية بالملف أكثر؟ نعم حتى الجزائر تلح دائماً في أي خطاب ديبلوماسي سواء على مستوى الرئاسة أو على مستوى حلقة وزارة الخارجية تلح دائماً في الإسرار بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا للصهر على العملية السياسية لأنه لا يمكن إذا كان هناك شرعية دولية وقرارة مجلس الأملي كانت من بين مخرجة برلين لا تحترم في نزع السلع في كل ما يؤجج السراح هنا لا يمكن إيقاف الإقتتال في ليبيا بين الفرقاء الليبيين وبالتالي هذه المبادرات المتناقضة اليوم نقدر أنها مؤسسة لفتيل النزاع وإطالة أمد النزاع لكن الجزائر إدراكاً منها بهذه المبادرات المتناقضة تحاول دائماً أن تقف على مسافة واحدة بين كل الفرقاء الليبيين طيب إلى أي مدى رح يسهم اليوم أستاذ فيصل مقدم أن الحصول على توافق خارجي ما بين الدول الكبرى والدول الغربية رحي اليوم كذلك ضمن مساعيها وتتحدث عن الأزمة في ليبيا أن يكون هناك توافق ما بين بعض دول الجوار مثلاً نتحدث عن الجزائر نتحدث عن تونس فيما تعلق بالأزمة الليبية أهمية أن تكون وجهات النظر نفسها فيما تعلق بالأزمة في ليبيا يكون هناك اختلاف كذلك بإمكاننا أن نعمل على ضمان هذه الجزائية نعم يعني الجزائر نتحدث بأن تكون مبادرة ثلاثية بين تونس والجزائر ومصر يعني تكون مبادرة لأنها دول الجوار وهي اللي يهمها أن يزعب لأنه إذا كان أي إنعكاسات سلبية على المنطقة رح يمس هذا الدول الثلاثة اللي عندها الشريط الجغرافي البر بكل ما يتملك من مقدرات وبالتالي الجزائر اليوم تحاول يعني في محاولة استباقية إنسح التعبير لوضع الخطوط على لوضع النقاط على الحروف وبالتالي المبادرة المتناقضة اليوم الجزائر تعول على أن تكون هناك حلول لدول لهذه المبادرة على أن تكون يعني تنصب حول الحل السياسي لا غير إذا كان هناك تناقض لا يخدم المنطقة ولا يخدم ليبيا وأمن الليبيا من أمننا وأمن المنطقة كذلك ترجمة نانسي قنقر